موسيقى رئيس السيسي يواجه بأن تكون منظومة البناء الجديدة بمثابة عهد جديد للامتداد العمراني المنضبط موسيقى مصادر الرويترز تؤكد اعتزام الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحفيين في اليمن منظمة إرهابية موسيقى في لوسي تؤكد أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت هذا الأسبوع على دعوة بانس والحكومة لعزل ترامب موسيقى الرابع صباحاً الثانية بتوقيت جرينيتش مجهز نخبري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي شدد خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء والمسؤولين على أهمية اشتراك كل السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع وفيما يتعلق باستراتيجية الدولة الخاصة بالتنمية الشاملة لسيناء اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لإنشاء التجمعات البدوية متكاملة الخدمات في شمال وجنوب سيناء حيث وجه بالبدء الفوري في تقديم أفضل الخدمات المجتمعية وتوفير البنية الأساسية اللازمة والموارد المائية والمباني الإدارية متكاملة الخدمات وكذلك تعيين حيكل إداري مسؤول في كل تجمع إلى جانب سياغة المنظومة الإنتاجية لكل تجمع بدوية يجتمع اليوم وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط كان وزير الخارجية سامح شكري استقبل نظيره الإردني أيمن الصفدي أمس حيث أكد الطرفان محورية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والحرص على دورية التشاور والتنصيق بما يدفع العلاقات الثنائية قدما ويصهم في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة كما أطلع شكري نظيره الأردني على نتائج الاتصالات التي أجرتها مصر مؤخرا مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تعتزم تصنيف حركة الثلحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية وأشرت الوكالة طبقا لمصادرها إلى أن الإعلان عن هذه الخطوة قد يتم عن طريق وزارة الخزانة اليوم بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي ديمايو العلاقات الثنائية بين البلدين وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الواعدة لتطوير العلاقات السعودية الإيطالية في شتى المجالات بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأنها أبلغت المشرعين بالتصويت هذا الأسبوع على قرار يضع نائب الرئيس مايك بانس والحكومة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة وقالت بيلوسي في رسالة إن مجلس النواب سيكتمع يوم الاثنين أو الثلاثاء لحث بانس على اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي والذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية وأضافت بيلوسي أنه بعد ذلك سيمضي مجلس النواب في مساءلة ترامب حول أحداث الكابيتول اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما جازف بحياة الأمريكيين بتطبيقه لالتزامات في إطار معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وقال بومبيو في تغريدة على تويتر أن الرئيس أوباما قام بتقييد تطوير القوات المسلحة الأمريكية في الوقت الذي كانت فيه روسيا تخدع وتعزز أنظمتها مبينا أن إدارة أوباما طبقت الاتفاق الثنائية من جانب واحد فقط مشاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز وفي النهاية نحيط علم سياداتكم بأن تردد أكسترانيوز الجديد هو 11.785 ومعدل الترميز 27.500 ومعامل الاستقطاب رأسي شكرا لكم ونلقاكم من جديد في الساعة الخامسة